الله يسعد مساكو يا رب مساء الخير مساء النور مساء الورد الله يا إخواني الكرام يعني أنا فكرت أنه كل يوم أعمل فيديو وهذه الفكرة إجتني أنه عشان أني أطور أنا من أدائي وأطور من مهارتي في أي مجال في الحياة لازم أعمل منه كل يوم إشي معين يعني بدك تطور من مجال في علاقاتك في دراستك في مهنتك في وظيفتك فلازم كل يوم تحاول أنه أنت تتقدم ولو خطوة واحدة معلش لو فيها أخطاء شوي شوي أنت مع الزمن ومع الوقت هاي الأخطاء بتتعدل يعني على سبيل المثال أنا هذا المكان هذا المكان هسا الموجود أمامكو هاي هاي الجسر هذا الممر أنا ولا مرة مريته صار لي بيجي عشر سنين في مدينة ستوكولم يعني أوصل للمنطقة كلها تألف فيها اليوم لفت انتباهي يعني لازم الإنسان بعض الأحيان أن يكون عنده روح المغامرة في الحياة بالذات للأشخاص اللي بفكروا يسافروا وعايشين على التردد وعايشين على الخوف والقلق هذول الأشخاص ما صعب يعني حتى ممكن لو تتوفر لهم ظروف كتيرة وإمكانيات كتيرة ممكن صعب أنهم يوصلوا للغرب أو حتى لو وصلوا بظلهم يعني يعني بتلاقي يمكن يوم العطلة قضي ببيته ما يطلع ولا يتحرك فحلو الواحد فينا يحاول كل يوم محاولة تقربه لهدفه يعني أنت نفكر عزم المثال يطلع لك بيت كل يوم ودخل على موقع جديد أنت نفكر عزم المثال بدك تتزوج كل يوم اطرق باب جديد ناس جديد اسأل أشخاص جديد في بلدك هون في بلد تاني أوروبي يعني حاول أنه أنت مش توقف أمام صور وتظلك صور النجاح نعتبر أنه صور النجاح فنفرجيكم هاي البطة وتظلك تندب حظك وتقول والله لولا الواسطات ولولا أنه أنا ما معي إقامة دائمة ولولا ما عندي سكن ولولا وتظلك عايش على التبرير لازم تستعد من قبل فترة لازم تقولكم أنه الواحد يعني لازم كل يوم يتقدم خطوة هذا بسموه التغيير التدريجي يعني ما بزمط مرة واحدة تيجي تقول بدي سكن وبدي عروس وبدي إقامة دائمة وبدي وبدي هاي الأمور تيجي خطوات خطوات فلازم يكون عندك روح الحماس ولازم يكون عندك أنه كل يوم تتغير كل يوم تطور من ذاتك كل يوم كلمة إنجليزي كل يوم كلمة سويدي كل يوم تعمل شي جديد يعني حتى لو بالمجال أنت حاب تتعلم وبالحياة لو دخلت كل يوم أحضرت لك فيديو لاشي نقول لك فيديوهين ولا ثلاثة ممكن أنت لو بدك تتعلم على سبيل مثال حقوق وكل يوم دخلت وقريت عن أو تفرجت عن فيديوهات الحقوق كاملة يعني بتصير أنت قادر أنك تحكي عن الموضوع عن المجال تصير تدرك تدرك أبعاد وطلعوا يعني هون كيف عاملين عشان صيدي السماك وأشياء في ناس سبحان الله بهالحياة ما بترضى يعني بالقليل أنه هي تضلها مش عرحالها بالدونية للأسف في بعض النس كتير ونسبة كبيرة من الناس أنه بقول لك أنا ما بستحق وأنا ربنا كتب علي هيك وأنا حياتي عذاب وبصير غني لك وكتاب حياتي يعين ومن القصص هاي اللي عشنا فيها في جزء من الموروثات الاجتماعية وفي ناس بتقول لك والله تجنة إلهم وإحنا جنة الدنيا إلهم وإحنا ما عليش ربنا بتنينا بهالدنيا أو الجنة جنة الدنيا للكفار يعني فيه موروثات وكلمات باستخدمها الإنسان بتقضي على طموحه تقضي على أفكاره فحاول إنه الواحد فينا لو كل يوم عمل إشي ما عليش حسنا مثلا أنا زي هذا الفيديو أنا قاعد بعملكوا إياه وبصور لكم إياه ممكن يطلع حالو ممكن يعجب ناس وفي ناس تنين مجر ما رح يعجبهم بس أنا اللي قصد من الموضوع إنه أنا أقدم خدمة أقدم على أقل فكرة من خلال هذا الفيديو أطرح موضوع وألفت انتباهك لبعض الأمور اللي أنت مش طاحيلة ممكن أنت عايش مبرمج يعني أنت عايش بدون وعي شوف هون فيه مدحف حلو ورائع جدا اللي بيجي عمدي تستيك هون والأغلب إنه مجاني هذا المدحف فحلو المنطقة هون هنا منطقة القصر الملكي داريال بلاص هون المدحف القرون المتوسطة الميدل تيدين موزيت ففيه أشياء رائعة بالحياة بس نحاول إنه إحنا يكون عنا حق بالمغامرة وروح المغامرة والانطلاق وعدم الشكوى والتذمر والله يوفق الجميع وإن شاء الله ليلة سعيدة علينا وعليكم أخوك رائد من مدينة استوك هون